موسيقى موسيقى ويا مسى الخير أهلا وسهلا ومرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلين وسهلين بهالآمي وبهالعين اليوم إحنا معاكم في الحلقة السادسة والعشرين من برنامج ما عندوتكم ومثل ما عودناكم كل سبت اليوم هو يوم الجوائز اليوم هو يوم الفلوس اليوم هو يوم أنكم تكونوا معانا من الرابحين إن شاء الله خليكم معانا أول بأول معاكم أخوكم معا برغوث ومعاي في التقديم الجميل والرائع ياسر سنان ياسر سنان معاكم الله يسعدكم الجمهوري الكريم ومشاهدين من جميع أنحاء العالم اليوم يوم الفلوس زي ما قلنا ويوم المسابقات وعندنا تسع بلونات كل بلونا فيها مبلغ مالي تبدأ من 300 إلى 500 إلى 1000 إلى 1500 أنت ونصيبك أنت وحطبك شاركوا معانا على مصابقتنا اللي بتكون على تويتر فقط وتشاركونا على هاشتاغ الحلقة اليوم معاندوتكم 26 شروط مصابقتنا جدا سهلة وما في أبسط منها كل اللي عليك بحسابك في تويتر أنك تروح على حساب قناة اقرأ وتسوي فولو أو متابعة وتشاركنا مثل ما آل أخو ياسر على الهاشتاغ اللي هو معاندوتكم 26 الظاهر على الشاشة كل اللي عليكم أنه حنسأل سؤال يطلع على الشاشة سواء فيديو أو صورة وحنسأل بعدها سؤال يعتمد على دقة الملاحظة في الصورة أو في الفيديو تخليكم مركزين معانا ونطرح السؤال في وقتها نعطيكم وقت دقيقة لتجاوبوا فيه وبعدها نسحب وإن شاء الله تكونوا معنا من فايزين نحن الموضوع مرة مرة بسيط الشروط زي ما هي موجودة زي ما قال معاند تسوي فولو وأيضا تدخل تشارك في الهاشتاغ تكتب إجابتك حنها هنحط لكم مقطع فيديو أو صورة تمام ونسأل سؤال تكتبوا إجابتكم تحت الهاشتاغ تكتبوا معاند تكون 26 وتكتبوا الجواب تحت وتسوي تغريد حجينا التغريدة وتقدر تكتبوا أكثر من إجابة إجابتين ثلاثة أربع لمدة دقيقة بعد دقيقة حيتم السحب عشوائي على الفايز بالجائزة الأولى إلى تسعة جوائز خلينا نشوف هون تفاعل متابعين الكرام إذا أنتوا جاهزين اكتبوا لنا جاهزين وماشاء الله من قبل بداية الحرقة والناس عم تكتب لنا في الهاشتاغ رحومي عم تقول يارب أفوز اليوم مستعدة من أسبوعين والشعيب السويقي عم بيقول بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نبدأ بلال حلس عم بيقول ليش تقدموا وإنتوا واقفين ليش ما تقدموا وإنتوا جالسين وقدامكم طاولة سؤال هذا سؤال وجيه ليش تقول إيش؟ سؤال وجيه ليش عم نوقف ليش عم نقدم وإحنا واقفين لأ عشان إحنا بنتحرك ذحين والطاولة نحطها هنا عشان لما نجي نفقى على البلونات ونطلع إيش رايك للتصريبة صررت لك لا بس من جد يعني نحن كثيرين الحركة في هالحلقة هاي بالذات حلقة يوم السبت فلازم نكون واقفين كلك حركات كلك حركات إذا مشاهدين الكرام نذكر أي أحد ما تابعنا في الحلقات السابقة أو يبي يتابع الحلقات السابقة يتابعنا على موقع تابع دوت نت شميع الحلقات تنزل فيها وأيضا عندنا يوم الجمعة مصابقة على حساب قناة اقرأ في الاستجرام كل يوم جمعة وأيضا يوم السبت على تويتر فإجاباتنا اليوم مخصصة على تويتر في الهاشتاغ لا حد يرسل على الخاص لا حد يسوي لنا منشين لا حد يجاوب في الفيسبوك لا انت بتجاوب شارك في الهاشتاغ هذا هو الهاشتاغ شايفينه ما عندتكم 26 سووا تغريدة 26 لاصقة فيكم تمام خلوها لاصقة واكتبوا الجواب ورسلوا وإن شاء الله أنكم تفوزوا طيب معا بما أننا جاهزين والجمهور ما شاء الله جاهز يلا نبدو ومتحمسين وجاهزين والأخوان في الكنتورة الجاهزين أكيد جاهزين أكيدين جاهزين طيب هنطلع للمقطع الأول مقطع فيديو ركزوا فيه هنرجع ونسألكم سؤال وإطلعوا أحلى وأجمال مخرج المساء الخير مشاهدين الكرام إحنا الآن في الرياض وين؟ في حديقة الملك فهل وقاعدين نصور تقارير إن شاء الله حتشوفوها في حلقات مع المم القادم يلا سلام طيب شفنا في هالفيديو هذا أنا وياكتر السؤال هو مشاهدين الكرام البرج اللي كان خلفي أنا وياسر هل هو برج خليفة برج الفيصلية برج إيفل أيوه يعني إحنا كل في الرياض وطبعاً هذا في الرياض صح؟ يعني حيكون وين في الطايف في الرياض أكيد في الرياض أيوه صورنا في الرياض فإزاي ما قل لكم معن برج خليفة أو برج الفيصلية أو برج إيفل أكتبوا برج إيفل خلينا نشوف برج الفيصلية والله الناس كاتبين الفيصلية ما شاء الله طيب حلو حلو في واحد كاتب برج خليفة برج خليفة يا جماعة إحنا في الرياض الرياض فيها برجين وأبراج ما شاء الله سارت أبراج كثير لكن من المشهورات يعني أيوه يلا أكتبوا أكتبوا يا سلام الفيصلية الفيصلية مظبوط حلوين ما شاء الله تبارك الله الجبات عم تنهال رماس نواف تقول برج خليفة يا الله أم عبداللطيف برج الفصلية ممكن من بعيد يتشابهوا شوي لكن يعني إحنا في الرياضي جماعة مش في دبي بس يلا برج الفصلية برج الفصلية رحوم أبو محمد كله عبيكتوف برج الفصلية ما شاء الله تبارك الله طب الوقت شغال يا متابعين شغال الوقت فروح الفصلية ياسر أسعد برج الفصلية حمزة الفصلية حلو الفصلية كويس أسامة الفصلية يا جماعة خير مدامك أنت بتكتب في الهاشتاك ما عند تكون 26 أكيد الإجابة بتوصلنا تكتب في مكان ثاني ما حتوصلنا ترسلنا على الخاص من شين ما حتوصل لازم الجواب على الهاشتاك في تويتر فقط يلا يا ما عندنا نقول عشرة وتسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد زيرو يلا يلا نجي نسحب من عندي من هون يلا بسم الله ويلا تفضل ياسر هذا آخر تعديد وأقول لك بسم الله واحد اثنين ثلاثة أربعة ونقلع بوق خمسة ونوقف نوف الشهري الفيصالية خليني نشوف نوف بتتابعنا ولا لا يتابعك إذن أختنا نوف ألف مبروك فست معنا بس تم المبلغ الآن حتختاري باللونة عندك من واحد إلى تسعة غردي بتغريدة على حسابك وقولي لنا باللون اللي تحتاجيها يلا يا نوف بانتظارك إحنا الآن فاتحين الحساب ومنتظرين تغريدتك من رقم واحد إلى تسعة حل اختاري اللي بدك يا اختاري اللي بيحلالك شو ما ها في الألوان يلا يا نوف إذا بتحبي الألوان بتنقي لون مثلا معين وقولي كمان يلا يلا يا نوف اختار خمسة يلا ما أسمعنا يلا يا نوف اختارت خمسة خمسة جبها خمسة انت هذا وأنا يلا أنا الهذا وانت الهذا راسك 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 بسم الله روحي معنا عليش والله لا يا المسلم روح والله لا يا المسلم اجت فيها بس ما أنفعل أيوة عصبتنا وهيوة وعند حبيب نجحتك يلا ويلا مبروك نوف شوفي يا نوف مغلفة مغلف وشمنا التغنيف ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو المبروك ما شاء الله تبارك الله المبروك ما شاء الله تبارك الله القلب пожалуйста للجائزة الكبرى عل طول راحت ما شاء الله تبارك الله ياسر وين الأرم وين الأرم القلم طيب انا اجيبه لا أنا اللي بجيبه. انتهي ليه طيب اذا. ال شاء interesante؟ إثن لنوب فازت معنا بالجائزة الكبرى قلب 1500 ريال ما شاء الله اكتصحت من البداية أخذت الجائزة الكبرى بواقي عندنا 1000 ريال وبواقي عندنا جائزتين 500-500 وباقي عندنا خمسة جوائز كل جائزة 300 ريال طبعاً نوف ما شاء الله تبارك الله افتتحت الحلقة بالجائزة الكبرى الفبروك نذكر مشاهدين الكرام أي أحد يبي شارك المسابقة مرة بسيطة وحط لكم مقاطع فيديو أو صورة وحنسأل سؤال الجواب بيكون على هاشتاق البرنامج معاً دوتكم 26 وتكتب تحت الجواب تقدر تغرد بأكثر من إجابة عشان تفوز معانا بإذن الله هاي نوف الله الشهري شو كان نوف 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 الشهري مزموط الشهري يلا ونصور الشاشة الف مبروك يا نوف ما شاء الله الف خمسمية طبعاً مشاهدين الكرام اللي يفوز جاء قرار اللي يفوز يقدر يشارك صح مرة ثانية استذهب اتوقع ايوة انا آخر كلام قال لي ايوة يقدر يشارك ايوة هل يفوز يقدر يشارك مرة ثانية يقدر بإذن الله اذا مشاهدين الكرام أختا نوف فازت وتقدر تشارك مرة ثانية ممكن تاخذ كمانا الألف ممكن تاخذ كمانا خمسمية ممكن كمانا تاخذ ثلاثمية تقدر تشاركي اي احد يفوز يقدر يشارك معانا مرة ثانية حلوين والآن ننتقل للصورة او الفيديو اللي بعده خليكم مركزين متابعين الكرام راح يكون فيديو ركزوا فيه مظبوط وحنرجع لكم يلا وهذه الساحة يقام فيها الفعاليات والعرضات والأشياء هذه وهنا أيضا مكان جلوس الناس والمتفرجين طيب السؤال عند أخو ياسر السؤال المصيط زي ما انتم شايفين كانت فيه وكان فيه كراسي ثلاثة ألوان أحمر أصفر أبيض الكراسي الصف اللي في النص ايش لونها يعني كان فيه صف فوق وصف النص صف تحت اللي في النص ايش لونها ايش لونه اللي في النص ايش نصها اللي في النص المعن الكراسي اللي في النص ايش لونها كان هو أصفر أحمر أبيض ايش لونها ايوه يلا ما يلا مشاهدين أصفر أحمر أبيض نحن نبغى اللون اللي في النص بس اوه ما شاء الله تبارك الله ايش كتبوا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله طبعا في بعض الناس عم تكتب الثلاث إجابات احنا نبغى إجابة واحدة ايوه بس الأحمر يعني استبعدوا الأحمر الأصفر والأبيض اكتبوا الأحمر يا جماعة يا سلام يا سلام وين اكتبوا معنا الإجابة؟ في ما عنده تكون؟ في الهاشتاغ في الهاشتاغ اللي هو هون طالع الشاشة والعد بدأ والوقت حينتهي بعد شوي كثفوا إجاباتكم متابعين الكرام اكتبوا الإجابة الصحيحة وانتوا ما شاء الله عم تكتبوا الإجابة الصحيحة يلا معاكم لسه نصدية وطبعا الآن بثينا بروسكوب في تويتر يعني اللي ما عنده ما يقدر يتابعنا يتابعنا في البث المباشر في البلوسكوب على حساب قناة اقرأ يتابعنا ويقدر يجاوب معنا يعني يا سلام يعني بإمكانك مثلا أنه أنت رايح بالسيارة ستح البث من جوال والهاشتاغ على جوال ثاني وانت عم تتابع شفت السؤال اكتب الإجابة على طول وتفوت ونقول عشرة وتسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد ستوف يلا تعال نسحب دوري أنا أسحب هادا المرة أنا أنت أنت أمسك تعالينا يلا ونعمل آخر تحديث بسم الله ونقول واحد أنا أنت أسحب أنا اللي رايح سنت أسحب أول مرة بلا نسيت يا أسف يلا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة بس ثبت أحمر المنى المنى بتابعك يتابعك المنى يس طيب أختنا المنى الآن اللي عليها ايش تسويها معنا اللي عليها أن تكتب رأم في رأم بلونة طبعا رأم خمسة راح المنى رأم خمسة راح عندك من واحد لأربعة ومن ستة لتسعة يعني عندك من واحد لتسعة بس اثناء رقم خمسة ياسر اختاري بلونة وإن شاء الله نكتفوزي بالألف ريال يلا يا المنى طوبة ثلاثمية إن شاء الله بإذن الله ها كتبت وكل هذا حلوين ما شاء الله لسه لسه ما كتبت يلا يا المنى يلا يا المنى ستة ستة بسم الله ها هي ستة ها تعطيني إيها أنا بسبت لك ياها وإنت أروح بسم الله أها ما نمسكها بيدك عادي يعني ايش اللي نمسكها بيدك بايع عمري أنا طيب بسم الله يلا نقول بسم الله الله بشاء الله يلا لطيف برحة شراح يلا لطيف معلش يلا اختار لك كاميرا نجي عندها ماجد الكريم يلا كم كم يا المنى مبروك يا المنى كم المنى كم جوائزنا كلها راحت من بدري الله ايش الجمورة الرائع الله ايش المتابعين الحلوين مبريني مبروك 300 ريال شهر شهر 300 ريال المبروك يا المنى فاستمعين 300 ريال مقدمة من قناتنا الحبيبة وقناتكم قناة اقرأ لكل الناس او لكافة الناس صح كذا للناس كافة للناس كافة ايو اقرأ للناس كافة نرجع مرة ثانية معنا نشكل لابتوب التابلت لابتوب تابلت طيب والآن ضل عننا السؤال التالت قبل ما نطلع فاصل يا سلام وأتوقع متابعينا الكرام جاهزين انتوا جاهزين؟ جاهزين ولا ما جاهزين؟ اكيد جاهزين خلينا نروح نشوف صورة ولا فيديو؟ صورة خلينا نروح نشوف الصورة ونرجع لكم شديد الكرام الله 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 وأفوض سهل جدا يلا ياسر انت لما يعني بيقابلك شي هيك في حياتك لا أفوض أمري والله بالله الله الله يي قوي ما نفت يا رب متابعين الكرام متل ما شفتوا طلعت صورة فيها آية اكتبون لنص الآية ولا أسهل من هيك آية بسيطة جدا وسهلة يلا سوفا فوفا 24 تقول جاهزين بس نبن فوز طيب شاركي اكتبي نص الآية وأفوض يا سلام عليكم عبيوصل ما شاء الله كتبوا؟ رحومي أفنان شعيب السويقي طيب نقول للمشاهدين الكرام عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة نين واحد خلاص استوب وقف تعال نسحب دورك انت ويلا آخر تحديث قول بسم الله وديله بسم الله وديله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وفوضوا أمري إلى الله ننزل ننزل ونطلع حبة واحدة وبس وقف 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 على مين دخلت على الهاشتاق مرة تاني ملا عيد للسحب طيب ماش يلا ونقول آخر تحديث يلا بسم الله بما أنه عندنا أربع دقائق قبل الفوصل واحد اثنين ونقول ياسر عمد تضغط على الهاشتاق ملا كمان اضغط هنا يسار شوي طيب يلا يلا ما عليش لأنه أنا ما بطالع والله يلا آخر مرة طيب يلا انت واحد كده يلا حور أحمد وأفوض وأمري إلى الله مصبو حور بتتابعنا ولا لا يتابعك مبروك ماشي واشي معنا يتابعك 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 يا سلام حلو كده سمعت يلا حور أحمد اختاري أخت نور من عندك مو نور مو نور حور 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 يلا هي ان شاء الله أنها انت اليوم لعب تعرف تسحب ولعب تسمع يلا يلا يا حور الآن كل اللي عليك انك تختاري واحد من هالبلونات رقم خمسة ورقم ستة راح ضل عندك من واحد لأربعة سبعة وتسعة وسبعة ثونة пес عندك من واحد لان تسعة بس ثمانية خمسة وستة ايوacun اين وقت صحب الأمور له يلا أن BRIAN اين واحد لان ثلاثة أربعة سبعة ثونة Books طيب هذي side هذي البلونات اختاري بالونة اختاري بالونة اختاري بالونة واحدا من البلونات الباقي فيها Deus ثلاثة الحك يلا عزيني روح انتبه يلا بسم الله الرحمن الرحيم لا مو هيك مو هيك مو هيك تع 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 شوي نزيل لتحت طيب طيب ديكور خلاص خلاص أنا آسف أنا آسف استساعد الغامضي لحين يجينا يتفهم معاه يلا يلا بعد بعد شوف وانا مغمض وانا مغمض شوف شوف ما المشكلة انت وتشوف ما تجيبها وانت مغمض ما تجيبها مدامك مغمض خلينا شرد وراك الله يستر الله شوف وانا مغمض ياسر شوفها هنا هون 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 يلا حور كم توقع يا حور كم توقع يا حور كم توقع يا حور كم توقع يا حور هيفكين الربة أنا توقع أنا توقع فلوس خمسمائة ريال شعودك حلوة ألب مبروث يا حور حلوة هل أكتب حور إذن على بال ما تكتب حور يا معنى الله أعطيك الصحة والعافية إذا مشاهدين الكرام الله يشعدكم ويوفقكم ويرضع عليكم الآن هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنواصل بإذن الله خلوكم معنا وارجعنا لكم مشاهدين الكرام أم بعد هالفاصل القصير والبسيط فاز معنا قبل الفاصل نوف الشهري والمنا وحور الثلاثة فازوا معنا ولسه ضل عنا جائزة بألف ريال وجائزة بخمسمائة ريال ولسه عنا خمس جوائز بثلاثمائة ريال يعني بإمكانكم تشاركوا مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وبإذن الله خلو معنا من الفائزين نذكر مشاهدين الكرام طريقة المسابقة اللي انضموا إلينا في هذه اللحظات مسابقتنا تعتمد على تويتر فقط هي نسأل سؤال عفوا نحق مقطع فيديو وبعد المقطع أو الصورة هنسأل سؤال الجواب يكون في هذا الهاشتاغ ما عندكم ستة وعشرين تحطوه في تويتر وتكتب الجواب وتغرد وبعد كده احنا هنسحب وإذا فست حتختار أحد البلونات عشان تفوز معنا طبعا حسابنا في تويتر الآن هيظهر على الشاشة بإذن الواحد الأحد وتشوفوا تسوي له فلو عشان ايوه هذا تابع لا احنا نبقى انت شوك انت بتحكين طبعا متابعنا الكرام بس تذكير بسيط في الناس اللي فازوا الحلقة هاي في الحلقات السابقة لحد الآن الناس ما تواصلوا معنا كل اللي عليكم يا حبايبنا الفائزين متابعين الكرام تتواصلوا مع حساب قناة اقرأ في تويتر تبع تقولهم معلوماتكم اسمكم بالعربي والانجليزي والايبان وكذا ورقم الحساب عشان بإذن الله يتواصلوا معكم ويرسلو لكم الجائزة وين ما كنتم في أي بلد في العالم العربي والإسلامي والعالم كله وكونوا متواصلين مع حساب قناة اقرأ على تويتر وبإذن الله رح تواصلوا معكم ويوصلو لكم الجائزة طبعا نذكر اللي يفوز بحسابه ويتواصل بنفس الحساب عشان ناخذ المعلومات كاملة واللي يتأخر يا جماعة الخير في البيانات ممكن هتتأخر عليه في تسليم الجائزة فكل ما كنت سريع هتوصلك الجائزة أسرع يعطيكم الصحة والعافية نرجع نرجع لمسابقتنا ونذكركم متابعين الكرام كل الحلقات اللي فاتتكم من أيام الجمعة والسبت من معددكم وكل برامج قناة اقرأ بإمكانكم تشوفوها على تابع دوت نت وخلينا نرجع الآن للمسابقة ومعنا لسه ست جوائز وياسر جاهزين هذا تابع دوت نت طبعا بإمكانكم شوف الله علينا والله أنا أعرف واحد بس الثاني ما أعرفه الثاني يعني شو؟ أنا أعرف معهم شو أصدق؟ أعرف معهم ماشي المهم مشاهدين الكرام ركزوا في الفيديو القادم وحنرجع لكم نسألكم السؤال يلا نحن الآن في منطقة القصيم الترافية يعني عند أهلهم وربعهم وناسهم وأهل الكرم والجود أهل القصيم الله والكلاجة لا تفوتكم تحب الكليجة؟ والله العظيم يا طعمة طعامة لما كنا في الجنادرية وضيفونا الكليجة بالله كيف كانت؟ والله طعمة أنا أهنيكم يا أهل القصيم بالكليجة طبعا أنا أهنيكم بكل شيء ما شاء الله طيب عشان ما ينسوا متابعين الكرام الفيديو واللي ركزوا فيه السؤال بسيط جدا خلفي أنا وياسر كان فيه شبابيك مثلثة أيوة صغيرة كذا كم عدد الشبابيك المثلثة؟ أيوة أنا ومعك كنا نواقفين وكان ورانا ثلاث مثلثات آه كان ورانا شبابيك قصدا كم عدد الثلثة المثلثات هذه؟ يلا خليني ما شاء الله الجواب بلش يوصل طبعا العنانات كمان ملت الهاشتاغ لأنه دائما أي هاشتاغ بيدخل في الترند على طول بيمتري بقى تغريد آلي الله 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 طبعا ثلاث مثلثات ما شاء الله ما شاء الله أحمد حجازي عبر لك ثلاثة يا ياسر مظبوط؟ أيوة مظبوط مظبوط والله ثلاثة وراد أنور ثلاثة وعبد الهادي محمد ثلاثة وانيسى علي ثلاثة وإسلام واحد 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 ثلاثة يا سلام وشيما حسام الدين كليجة كليجة وكتبي ثلاثة وباربرا شنطة خاطة صورة شنطة حلو ندى ثلاثة ندى العمر العمر ثلاثة أوه هذا عمر عمر جوردين يعني عمر شكله عمر بالردز ثلاثة صاحبنا شاء الضل الضل معنا عشرين ثانية بعد شوية العد من عشرة بالتنازل بالقصديبة يعني عد تنازلي وكثفوا إجاباتكم ونقول يلا ونقول عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد واحد يلا بسم الله يلا أنا بتحب أخر تحديد أخر تحديد أخر تحديد أخر تحديد أخر تحديد أول تحديد صعب أدور عليها حيختلطوا الإجابات مع بعض يلا بسم الله ورح نضعيوني وأقول واحد اطلع اطلع روح تقدر تشاركو وتقدر تفوزو وهذا كتب ثلاثة زائد 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 ما كتب ثلاثة اسمه مؤمن حبيب خلينا شوف مؤمن يتابعك هذا هو مؤمن إذا مبروك أخونا مؤمن منور يا مؤمن ثلاثة 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 ثلا� ثبانية أربعة واحد ثلين أربعة سمعنا ياها بموال ما بتزبط بموال ممكن أربعة ما شاء الله انت مسويلي وانت مغمض لا انت بي راسي راسي بالله انا بالراوس يا معلم بالراوس بسم الله ما علاك الثالث يجي واحد نق هات هذه معنا بسم ايش اسمه هو مؤمن يلا مؤمن مؤمن مبروك بس نعانا مؤمن حبيب كم توقع يا مؤمن في مبلغ وقدره كم 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 ثلاث مئة ريال ثلاث مئة ريال ثلاث مئة ريال سعودي ألف مبروك أخوي مؤمن الله أعطيك الصحة والعافية تصرفها بالعافية بإذن الله تعزم أهلك للعشاء تروح تغلب يعني حياك الله هذا مؤمن ثلاث مئة ريال سعودي طورت الشاشة لا ما طورت صورها وصورنا الشاشة وي dense صورته ماشاالله شاب ما شاء الله تبارك الله الله وخلف الرسيفر حق التلفزيون يعني متابعنا طبعاً صورت شاشة متابعين الكرام **** لكما نستغل الوقت لكما نضيع عليكم وقت زيادة لسا عندنا 5 جوائز و5 فيديوهات او صور خلينا نشوف الصورة ولا فيديو؟ فيديو خلينا نشوف الفيديو القادم يلا ركزوا السلام عليكم احنا اليوم في منطقة الباحة وزي ما انتم شامعين العرضة الجنوبية عندكم ما شاء الله وركزوا سؤالنا بسيط زي ما انتم شامعين بقيت اقول شايفين وسامعين اقول لكم شايفين عشان الفوانيس زي ما انتم شامعين شامعين ما جبتها كذا كان فيه ثلاثة فوانيس كم عددها فوق معلقها و هيك تسهل كمان كان فيه فوانيس كم عدد الفوانيس اللي كانت موجودة شوف على طول ما شاء الله قبل ان تسأل السؤال كتبوا الاجابة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تعرفوا الفانوس الفانوس هذا تعرفوه ايام زمان قبل الكهرباء كانوا يستخدموه اكيد عارفينه فهم كانوا مزينين بالدنيا بالخسف والخسف شو خسف الخسف حق النخل سعف 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 خسف خسف من واجه ومزينين ها يعني مسوينه زي المقهى كذا قهوة وشاهي وحقين فوانيس كم عددها شوف عبدالله النجارة بيقول لك بشويش ارموا الاسهم خربتوا الاستوديو ما علك السادة الغامدي هنا يحبنا مدير الاستوديوات وحنا كمان نحبه بيضيفنا كتكات كل ما ندخل المكتب عنده يقول تفضل يفك الثلاثة ما عنده غير كتكات يعني تويكس مدري ايه ما في لا لا انا الحتة التوكس انت الحتة التويكس انت اللي خلصت شكلت حلا بيقول لك اعلان على هو فوح حبيبا فوح حبيبا استساعد الله اعتنع يعني اوكي ثلاث فوانيس سحر عبدالله بن صالح ثلاثة فؤاد عجلان ثلاثة مطيع اليمني ثلاث فوانيس حلو يلا اكتبه سين التميمي ثلاثة حلو الله 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 مشاير ثلاثة عبدو ثلاثة حسن ناصر ثلاثة ونقول عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد وصدر يلا تعب نسحب عندك عندك امتى عندي انا بسم الله نسوي اخر تحديث بس اضغط هون طيب معلك معلك يلا اروح بسم الله واخر تحديث مرة ثانية يلا ونقول واحد اثنين ثلاثة عشان ناخر ثلاثة وهذا علي عمر بن محفوظ خلينا نشوف علي هل يتابعنا ولا لا يتابعك من اليمن حضرموت اشاء الله وشوف ما سكلك هالرشا لا ما علينا ما علينا الله يبارك له الله يبارك له من اليمن حضرموت دوعا حياك يا علي علي كل اللي عليك تختار الآن بلونة عندك رقم واحد واثنين وسبعة وثمانية وتسعة يلا يا علاوي اختار واحد واثنين واحد واثنين وسبعة وثمانية وتسعة وثمانية وتسعة يلا يا علي واحد واثنين تعال هنا معا عند البلالين عشان تطلع البلالين كده قدامك وشوف أنا بحدث واحد واثنين يعلوش ها شوف هي واحد وهي اثنين يسلأ يسلأ انت وحظك يسلأ انت وحظك يا علوش يلا يا علوش يلا يا علوش نشوف التغريدة بس يعني بعد اذنك يلا الان على بل ما اختار علوش انت شراك تروح تكتب اسبوية معا يلا هذا علي تعال ايوه يأسا لا اكتب جيب علا جيب علا هو يكتب خط لا لا معا خط خط سيناز طب انت شوف علي تجانب يلا يلا اوكي علي بنمح ايوه اختار سبعة اختار سبعة يلا يا علاوي علاوي ابني كبار ايوه وبصف الاول صار يلا هدا بسمعك معني بسمعك بعد الجائزة طيب ماشا الله انا اول مرة يا حبيبي يلا يا علوش كانتوقع الكرين يلا عند ماجد عند مجود عند مجود وعند مجود مجود اليوم ننور الكرين مجود محتم فك يا جماعة ارطينا بذن وضمير هذي هيبه الله اعطيها العافية يلا ثلاث مئت ريال زعودي علوش ثلاث مبروك يا علوش اذا مبروك لأخونا علوش علي عمر بن محفوظ فاز معانا 300 ريال وباقي عندنا صورة اضم صورة الان او لا فيديو صورة او لا فيديو يا حلوين كنترول صورة صورة جاهزة طيب ركزوا معانا مشاهدين الكرام الصورة ركزوا في الكلمات عشان تستخرجوها ونطلع نشوف الصورة يلا يا سلام يعني سورة جميلة آية جميلة جدا إن هذا القرآن وتحت مكتوبة شوف القلامة اللي فوق واضح فبس ما واحد أرى على طول اللي رح يعرف بقية الآية آه يعني لازم الآية كاملة ها؟ يفضل لازم إن هذا القرآن لا تكمل سمعني هذه بصوتك يا أخي أحب بسمع صوتك بالقرآن وأنت تتغنى الله يسعدك يا خير بس سمعنيها خلينا نسحبه بسمعك بعد السؤال طيب حافر إن هذا القرآن يهدي يب إيش؟ والله أحاول أن أقرب لكم سيادة لا لا هما ما شاء الله ليكم بلّف يكتبوا الإجابة ماذا أحد كتبها لحد الآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى مظبوط محمد بن ثابت فؤاد عجلاء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن لا يا جماعة أرجوكم لا تكتصروا الآية ولا تكتبوها بغلط أو بناقصة أو كذا أيوة تكتبوا الآية صحيحة ما رح نرضى غير بالآية صحيحة واعذرونا وهي الصحش؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يلا 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 قالها لكم معنا يلا يلا أم أحمد لا تكتبوا إن هذا القرآن وتسكتي لازم تكملي تحت كان فيه كتابة ممكن يا جماعة تطلعوها إذا تقدروا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يلا يا جماعة يلا اكتبوا زي كده بس وتفوزوا ما شاء الله هيا الصورة شوفوها إن هذا القرآن وتحت مكتوب في الزاوية كده تحت فليسار في الزاوية يهدي للتي هي أقوى هيا هيا يلا طيب يلا حلوين طبعا أنا أرحب كل المتابعين والمشاهدين اللي بيشوفونا من كل مكان وأيضا اليوم أرسلوه لنا على الخاص وقالوا اليوم بنتابعكم لأول مرة أنا أحييكم الله أعطيكم الصحة والعافية حبايبنا وأهلنا وناسنا وجمهورنا ونقول عشرة تسعة ثمانية ستة خمسة أرعا ثلاث نسحب الآن دوري أنا عندك معا يلا بسم الله طيب كنت وقعت والله سامحك طيب آخر تحديد يلا وآخر تحديد يلا بسم الله ونقول قولي بس بس أحمد ذياب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صحيح خلينا نشوف أحمد تابعنا يتابعك مبروك أحمد من فلسطين والله تحيي الأهلنا وأحبابنا في فلسطين الله أعطيكم العافية مبروك الآن تختار عندنا واحد واثنين وثمانية وتسعة أعطيني الآية بصوتك أعطيني الآية بصوتك أعطيني الآية بصوتك بدك الآية بصوتي باللصات شوية شوقي ويعطينا صدق إن هذا القرآن سمعنا عشان بعده نشيت يلا ياسر إن هذا القرآن دي اللي تهي يلا طيب اسمع أقول لك شيء ليك المخرج عبيلنا فاصل طباب طيب نطلع بعد الفاصل ونرجع لك بإذن الله بالآية طيب ناخد الإجابة طيب اختار ثمانية ثمانية جيب ثمانية والله لم يحبوا هذا تركواز هذا سريع ما شاء الله عليه وإن شاء الله المبلغ اللي يجيه يكون كمان سريع زيه يعني ألف ريال كذا حلوه يلا اديلو ألف ريال ألف ألف بسم الله الله عليك الله عليك مبروك إيش اسمه هو؟ أه والله نسيت مسمه؟ أحمد ذياب أحمد يا أحمد أحمد يا أحمد كم توقف عفزت يا أحمد كم؟ مبروك ألف مبروك هذا نذنية ريال سعودي مبروك حبيبا أحمد من ثلاثين تصرفها بالعافية إذن مشاهدين الكرام هنطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل معاكم المسابقة خلوكم معنا عبادي رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي راجياً وحماك أبغي وحماك أبغي يا إلهي راجياً منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي نديت باسمك يا إلهي راجئا إن لم تجبني فمن يجيب دعائي نديت باسمك يا إلهي راجئا إن لم تجبني فمن يجيب دعائي وحماك أبغي يا إلهي راجئا وحماك أبغي يا إلهي راجئا من كر رضا من كر رضا من كر رضا من كر رضا فجود بولائي ماشاء الله ماشاء الله اقرأ طبعا نشكر كل من شاركنا حمزة كسار او جميع الشباب منورين والله منورين اليوم الشباب عندي في القروب قالوا يا سرح ندخل وحنشارك انا ومعنا بس فوزونا يا سلام كنت انشاء الله لكم تفوزوا انا ما بيدي انا ومعنا حنختار عشوائي لكن للأسف الشديد ما شفنا ولا تغريدة لكم لحد الان طيب متابعين الكرام مازال عندنا ثلاث اسئلة وثلاث جوائز والألف ريال لحد الان موجودة والخمسمية كمان موجودة يعني ضل عندنا ثلاثمية وخمسمية والف ريال ان شاء الله تكونوا معنا بالفايزين بس حاولوا جاوبوا كثفوا اجاباتكم ان شاء الله تكونوا معنا بالفايزين احنا جاهزين اكي جاهزين فيديو ولا صورة فيديو بسم الله ونقول تركزوا معنا ويلا نرجع لكم احنا حاليا في منطقة الباحة وزمان كانوا يستخرجوا الماء بالطريقة البداية والقديمة اللي يكونوا مركزين معنا يلا ياسر طيب مشاهدين الكرام رجعنا لكم تمام حلوين كان وراء معنا يتكلم كان في بير ايام زمان يستخرجوا منه الماء ما اروف هذا الشيء في نبي من الانبياء عليهم السلام ارتبطت قصته بالبير ايوة او اخوانه حطوه في البير رموه في البير فمن هو هذا النبي انا ذهبنا نستبق ووجدنا يوسف عنده متاعنا فاكله الذئب ونحن ووجدنا مين خلاص ما قلت طيب فمن هو هذا النبي عليه السلام الذي ارتبطت قصته بالبير قال لك الدلو يلا يا جماعة ايش اللي دلو النبي وقصته ما شاء الله تبارك الله مشهورة مشهورة ولما تقرأ تقرأ سورة يوسف ما شاء الله تبارك الله تنبسط فيها مع كل السور طبعا بس يوسف قصة تعبت منك انا ما قلت شيء قلت سورة يوسف ما قلت النبي يوسف طب من هو هذا النبي يا جماعة اخير يلا 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 متابعين الكرام مثل ما قالكم ياسر من هو النبي عليه السلام الذي ارتبطت قصته بالبئر وما شاء الله تبارك الله الإجابات بلشت تجي وهذا حلو طبعا نذكر أي أحد يبي يشارك معنا يشاركنا على تويتر فقط لا يرسل على الخاص لا يجاوه في الفيسبوك لا يجاوه في الهاشتاغ ما عنده تكون 26 ويلا ونقول أيوا عشرة تسعة ثمانية ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد يلا بسم الله دورك ياسر بسرعة بس عشان الوقت يلا ونقول أخي التحديد ودي له وبسم الله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستوب عبودي يوسف يوسف عليه السلام عبودي يتابعوك من الرياض من الرياض والمملكة بسم الله يبش ورش يتابعوك يتابعوك كده تمام تمام هيك سمعت مصبوط يوسف عندنا واحد واثنين و تسعة اختار بلونة من البلونات وإن شاء الله أنك تفوز معنا واحد هاي واحد وهي اثنين نعم وهي تسعة طيب شوف جاوب ولا لا اه صح أنا محسبك انت عبتشوف انت يتابعوك هذه في الاذن هنا يتابعوك ياخي مدني ليش ما علم يشوف واحد يتابعوك ينبسط بزيادة ايوه لأنه يا زلم طيب انت ينبسط النفاذ يتابعوك واحد واثنين و تسعة يا الله يا عبودي مستنينك يا عبودي ترى والله مستنينك على نار واحدة فيها خمسمائة واحدة فيها ثلاثمية واحدة فيها ألف ايش تبغى عبودي مو يوسف عبودي ايوه عبودي يلا اختار عبودي لا هلما اختار للأفس للأي للأفس بحياءك الله عز وجل عبودي ان شاء الله يكون اختار طيب نروح نشوف المقطع الفيديو القادم ونرجع له شو رأيك ليش لأ بس عبودي ارجوك حنروح نشوف السؤال اللي بعده ونرجع عندك رقم واحد و تسعة وكم و اثنين واحد و اثنين و تسعة يلا اختار الرقم على بال ما نروح نشوف الفيديو او الصورة القادمة ونرجع لكم ركزوا فيها متابعين الكرام في الفيديو القادم ونرجع لكم يلا يلا روح هلا و الله سلام الله أعطيكم العافية مشاهدين الكرام ركزوا معنا وان شاء الله انكم تكونوا من الفائزين يعطيكم العافية مع السلام ها وإن شاء الله أنكم تكونوا من الفائزين ويا رب يا رب يا رب يا رب اللي ما يفوز معانا أنك تعوضوا بطبعات المبالغ اللي يأخذوها الناس قولوا آمين آمين ما نبغوكم تقلع زعلان هناك سؤال بسيط ما حد زعلان بينهم كان وراية لوحة إشارة من الإشارات في الشارع إيش اللون؟ لونها كان لونين هو أبيض وازل إيش اللون؟ أيوة اللون إيش هو؟ طب على بال ما يكتبوا اللون جاوب؟ جاوب عبودي طيب لونين أزرق وبيض أكتبوا أزرق وبيض يلا حالي بل ما نشوف قال تسعة قال تسعة بسم الله يا معنى وين راحت شايف أنت؟ صدر صدر يلا جاحدة لي يلا على السريع بسم الله بسم الله يلا يا عبودي على طول هيك سفقته يلا 300 ريال سعودي مبروح 300 ريال يا عبودي إذن باقي معانا طبعا 1500 يعني واحدة حتكون 1000 لهذه الجائزة أو 500 100 والثانية حتكون فأكتبوا أزرق وأبيض اللوح اللي وراي كان لونين أزرق وأبيض أكتبوا أزرق وأبيض بس متصدر أجيك من حيث لا تعلم الهلال ما فيها فكة يلا ونقول لا لسا عدوبهم قاعدين يكتبوا لسا قاعدين يكتبوا الحين يا جماعة لحد يكتب لي لون واحد أزرق بس لا ولا أبيض بس لا أكتبوا أيوه أيوه فيه ناس كاتبين مصبوط يلا بالآن حلس يقول لون فريق الهلال أبيض وأزرق حلو هاي بنحسبه معناه ياسين أو ياسمين من المغرب تقول أزرق وأبيض حلو يلا ونقول عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة مين واحد يلا ستوف عندك عندي أو عندي عندك عنده عند ابن الديران بسم الله يلا عندي مصبوطي يلا هلنسوي أخر تحدين ونقول بسم الله واحد وثلاثة أربعة همز إللي بس إللي بس بس ندا مروان يوسف آه نزلت على الجواب القديم يلا معلش يلا بسم الله نقول وعطيني واحد وثلاثة وثلاثة البراء الخطيب أزرق وأبيض وكتب تسعة هو يبغى ما علي يتابعك طيب بشو أش قلتها يتابعك يا حياتي يا حياتي يا حياتي يلا هل أعطيك اللي بعد أوي طيب البراء الخطيب الآن اختار عندك واحد واثنين واحدة فيها ألف واحدة فيها خمسمية ايش تبغي يا البراء ألف أم لا خمسمية براء يلا يلا يا براء يلا يا براء بس لا تكتب لي خمسمية ولا ألف وكتب لي واحد ولا اثنين واحد ولا اثنين الزرقى ولا الوردية طبعا نذكر مشاهدين الكرام اللي ما شاهد حلقاتنا السابقة برنامجنا يجي كل يوم جمعة وسبت الساعة عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة اللي ما تابعنا يتابعنا على الداب تابع دود نت ولا ينسى يشارك معنا يوم الجمعة في مسابقة الاستقرام على حساب قناة اقرأ ويوم الجمعة سبت يوم الجمعة استقرام يوم الجمعة في مسابقة الاستقرام ويوم السبت تويتر واختار رقم رقم ما اختار لسه اختار رقم طيب بما أنه لسه مختار حنشوف المقطع الثاني عيني لغير جمالكم لا تنظروا وسواكم في خاطري لا يخطوروا الله الله عليك مين هذا اللي صوته حلو هيك؟ عظمه على عظمه يا معد مين هذا الصوته حلو هيك يا زاني بيشبهني؟ ايه ما شاء الله المهم متابعين الكراب سؤال مره بسيط وسهل ياسر عم يضحك بس ما بعرف ليش تقليني يشوفوا بعد الحلقة شوية ليش عم يضحك متابعين الكراب عشان ما يضيع من عالكم الفيديو كان في وراي دوميا كان في وراي دوميا كان في وراي دوميا لحيوان معين ايش هو هذا الحيوان؟ يلا سهلة جدا والحيوان هذا مميز بانه عند ياسر عنده واحد منه اسمه كوكو وبيقلد أصوات كتير يلا ما شاء الله بلشت جاولة ليرت السؤال يا معن ايوه كتب اثنين البنبا البراء طيب حلينا نشوفوا البنبا ايه يلا اوكي على البل ما طبعا معنى السؤال حقه حلو كم في حيوان يعني لمؤخزة وانتو بكرامة اللي انتو عاوزينه لأ شو هو الحيوان تمام يلا ببغاء ايش اسم الحيوان هذا وانتو بكرامة ببغاء 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 ما شاء الله ما شاء الله نشوف اثنين يلا مبروك لأخونا البراء الخطيط فس معانا بمبلغ وقدروا كم كم مقلوبة 500 ريال الله ألف مبروك تصرفها بالعافية ان شاء الله شوفها 500 طبعا باقي معانا ألف ريال هي رقم واحد حنشوف المين الألف ريال هذه هي الخطيط صورنا الشاشة صورت الشاشة نصور الشاشة الآن يلا وهي 500 العيون البراء الألف حتكون من نصيب مين يا ترى حيكون من نصيب مين يا ترى الله أعلم ليكو ها ها الاسم رحي يلا نرجع مرة ثانية يلا يلا طبعا البغبغاء معروف إذا طائر يقلد أصوات ونبغاكم تكتبوا اسمه بس آخر شيء إيهاب جاهة كاتب إيهاب جاهة أخضر وأبيض عبيش تهبل عبيش تهبل لا لا هذا قديم التغريدة طبعا إيهاب جاهة اللي ما يعرفوا هو المنتج الفني أو أيش يش سموه؟ المنتج فني المنتج الفني بروديوسر البرنامج الله فحتى لو فاز ما هتاخذها طيب ونقول عشرة في واحد كاتب بغبخ يعني مقبول بغبخ؟ يدلع ممكن مدام آخر هذا أكتب ويلا وعشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة واحد يلا بسم الله ايدك الكريمة يا ياسر الله أكبر يلا بسم الله آخر شيء ألف ريال نقول بسم الله الرحمن الرحيم أنا حطالع فيكم وأقول بسم الله واحد اثنين ونرجع كده حبة ونقول استوب هشام أنور باباغا 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 دلعوا دلعوا إيزي إيزي هشام يتارك إذن ألف مبروك معا من المملكة المغربية والله نحبوك بزيت يا هشام روح فقعها ها ها هذي هي روح يلا يا هشام عند حبيب القلب الله عبودي عبودي تلعب بتبودي هشام يا هشام ألف ريال هي يا محب صحيح ليش هم نعمل بب 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 من الأول ها خلص ألف ريال يا هشام تستاهل أكثر والله ألف مبروك إذن مشاهدين الكرام نحب نشكركم على متابعتكم لنا كل الفايزين معانا كل اللي فايزين معانا نوف والمنى وحور مؤمن ومؤمن وعلي بن محفوظ أحمد ذياب عبودي والبراء وهشام هشام 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 ألف مبروك للجميع ألف 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 ريال أيوة كسرت السبورة طبعا مشاهدين الكرام نرجع هون نقول في الختام نقول في الختام إن أصبنا فهمنا الله واحد وإن أخطأنا في النفسنا والشيطان عشت الدورة سبحانك الله وما بحمدك أشهد لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك يعطيكم العافية تابعونا على تابع ديت نت اللي ما شاف الحلقات ولا سابيع القادمة كل يوم جمعة وسبعة الساعة عشرة مساء والسلام مع السلامة والسلام يتابعوك مع السلامة مع السلامة يا حباي متشربة متشربة شكرا متشربة متشربة مع السلامة لك أنت مرحة من اشتركوا في القناة